الغابات في محافظة الطفيلة مهددة بالزوال جراء الاعتداءات التي تتعرض لها فيما تتزايد مطالبات المواطنين الداعية إلى تكثيف حملات النظافة والمراقبة على هذه الغابات إلى التفاصيل ما يقرب من 120 ألف دنوم هي مساحة المسطحات النباتية من الغابات الحرجية الطبيعية والصناعية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة إلا أن هذه الثروة الطبيعية تواجه مخاطر تحولها إلى مكاره صحية نتيجة الاعتداءات المتكررة عليها في ظل غياب الوعي المجتمعي بأهميتها وضعف الرقابة على هذه المناطق المواطنون في محافظة الطفيلة يعانون الكثير من مشاكل الاعتداء على الغابات الحرجية هذه المساحات بدأت تتأثر خلال السنوات الماضية بعوامل الجفاف والتصحر ما أدى إلى تناقص مساحاتها نطلب في محافظة الطفيلة أن تكون هناك تكثيف لعمليات الرقابة والرعاية بهذه الثروة الحرجية لهذه الأشجار من خلال قيام فرق الطوافين بحماية هذه الأشجار من التعديات تعتبر الغابات والأشجار الحرجية إرث وطني في محافظة الطفيلة وتعطي المحافظة بصمة جمالية لكن لاحظنا في فترة أخيرة أنها بدأت تناقض شكل ملحوظ نظراً تحطيب الجاعة للأشجار أو بسبب موجات الجفاف التي أتت على المنطقة هذه المنطقة ينقص خدمات كثيرة عدم موجود عناية بالأشجار من حيث التقليم ومن حيث المراقبة ومن حيث تتبع عدم الرأي فيها من قبل الأغناء ومشاكل ذلك وهذا المتنجه الذي يقع إلى الشرق من هذه القرية أيضاً ينقص النظافة مديرية زراعة الطفيلة ومن خلال قسم الحراج والمراعي تسعى إلى زيادة المساحات الحرجية والمحافظة عليها والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية بناشد جميع المواطنين وخاصة من رواد الغابات والمجاورين للغابات بالمساعدة والتكاتف مع طوافين وموظفين وزارة الزراعة في حماية هذه الغابات التي تعتبر منفس لجميع المواطنين وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة وأيضاً المحافظة على الشجر الحرجية التي تعتبر رئى ومتنفس لجميع سكان المحافظة بدوره مدير بيئة محافظة الطفيلة أشار إلى الدور المهم للغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة التي تساهم في تنقية الهواء وتخفيف التلوث حماية البيئة مسؤولية مجتمعية مسؤولية الجميع ما نسعى إليه في مديرية البيئة المحافظة الطفيلة منع الإضرار بالبيئة من خلال ترشيد الاستهلاك للموارد المتاحة فماذاً الشجرة تحافظ على البيئة أهمية الشجرة يعني مصدر الغذاء والدواء تستهلك ثانيكسيد الكربون تعمل على تلطيف الجو وتقلل من التلوث الضوضائي تساهم في تحسين نوعية الحياة من خلال التنزه والبيئة الجمالية للمناطق الحفاظ على الغطاء النباتي مسؤولية مشتركة بين المواطن والجهات المسؤولة عن حماية هذه المسطحات الطبيعية إلا أن ما تشهده الغابات من اعتداءات تحتم على الجهات المختصة استحداث آلية حماية تقيها من خطر هذا الاعتداء